هلعمل دلوقتي بقى فطيرة الفراولة هي بتتعامل اصلا بالكارس بس احنا الايام دي ما فيش كريز خالص فانا فكرت ان انا عملها بالفراولة يعني اقرب حاجة كده للكريز ماشي مقدرة سهلة وبسيطة جدا وخفيفة اوي وقلت انها حاجة لطيفة كده مع الفسيخ والرنجة النهاردة او يعني حاجة كده بنحتفل بيها باول يوم العيد عندنا فراولة بتتقطع زي ما انت شايفين كده تمام شرايح او ممكن نسيبها زي ما هي بس لو هي صغنانة اوي عندنا سكر زبدة بيت فانيلا ملح بيكين باودر وبرش لامون لبن ودقيقة اول حاجة زي ما احنا ما متعودين بنحط البيت في الاول 3 دقات والمقدير هتنزل بالزبط عندك على الشاشة وعليها الفانيلا على طول عشان الزفارة خلاص تمام ونبتدي ان احنا نضرب طيب احنا كده ضربنا البيت كويس اوي مع الفانيلا هبتدي احط بشر اللمون كده خلاص بس وهو زبدة هنا سوف اض shitty فاضل ايه بقى فاضل الملح البيكن باودر وطبعا دي نبقى نخلينه كويس قوي نقلبه كده بالراحة خالص وحط الزبنة وحط الزبنة معلقة معلقة مش عايزها العجينة تبقى متماسكة بالعكس عايزها بتبقى يعني سميكة شوية بس سيلة سيلة بس تقيلة شوية يعني متبقاش عجينة خلاص موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة طيب كده تمام احط الزبدة كده الخطوة دي مهمة جدا عشان الفراولة ما تتحرقش وما تلزقش ولازم تبقى القاعدة بتاعتنا بتتشال كده عشان لما نيجي نقلبها الفراولة تبقى شكلها حلو ابتدي بقى احطوهم كده طريقة دي وحاول ان نصقها عشان تبقى ايه ويبقى فيها فراغات عشان العجينة تدخل جواها هتشوفوها في الاخر منظرها جميل جدا ولزيزة قوي قوي وخفيفة وبتتشرب كده مع الشاي حلوة قوي انا عارفة ان في العيد كحك وبسكوت وغريبة وبتيفور وسبليه وكل حاجات دي بس ايه برضو ما يمنعش ان احنا نعمل كده كشكلها حلو اهه ومش بتنفش قوي للبيكن باودر كمان اللي احنا عاطينه مش كتير بس كده كده كفاية اهي تمام كده بقت جاهزة في طرس الفراولة هندخلها في الفرن عدرجة حرارة 180 لمدة نص ساعة وان شاء الله تبقى مستوية دي الجاهزة خلاص اللي هي بردت خالص وبعدين اتقلبت نشي اهي شايفين بنحط عليها سكر بدرة اشتركوا في القناة